طبعا مباراة النهاردة أمام الإسماعيلي هتكون مباراة قوية جدا وهي بالفعل مباراة في المنتهى الأهمية خليبان حضراتكم الأهلي ما عندوش غير هدف واحد بس وهو الحصول على ثلاث نقاط والفوز مش بس في المباراة دي في كل المباراة اللي جاية الفوز وكل النقاط المتبقية زي ما اسمعنا كده من خلال هذا التقرير دون النظر لنتائج الفرق المنافسة طبعا هنتكلم فيه تباصيل ماتش النهاردة والاستعدادات لها مع كابتن أحمد عبدالفتاح نجم النادي الأهل السابق اللي منورنا صباحا لكل يا كابتن صباح الخير وصباح خير على كل الأهلوية وإن شاء الله النهاردة كلنا نفرح لفوز الأهل إن شاء الله حنا منتفعل بحضرتك كابتن أحمد الحمد لله مفيش مرة جيت غير لما فوزنا الحمد لله الحمد لله يا رب دايما أنا هروح كده هبدأ الكلام بالسؤال وعايزة إجابة صريحة عليه من حضرتك الثلاث نقاط ولا عشان نلعب كورة يعني أنا عايز ألعب لعب مفتوح وعايز ألعب كورة حلوة ولا أنا عايز أركز في الثلاث نقاط بتوعي بيجو بأي شكل كان وخلاص بص يا أولا التاريخ ما بيجيبش سيرة الأداء في موسم 2021 في 2020-2021 النادي الأهلي أدى أداء كويس وما خدش البطولة دي أرقام ونتاج الأرقام ونتاج بتقول سنة 2021 النادي الأهلي حصد الدوري النادي الأهلي يفز بالبطولة أيوة أنا شاف إن ست ماتشات اللي جايين دي مباراة كاس عندنا نعتبر مباراة الدوري دي مباراة كاس نلازم نكسب ست ماتشات عشان ناخد بطولة الدور هنكمل بعدها بطولة الكاس برضو لازم تكسب حوالي تلاث ماتشات عشان تاخد بطولة الكاس يبقى أنا ركز على تلاث نقاط يعني نقول آه تلاث نقاط مفيش فكر غير التلاث نقاط وإن كان برضو خلي برحا داك السؤال اللي سألته النهوان يعني خليني عيد لك سياقته اللي هو فعلا سؤال يعني إيه حلو دلوقتي لما تكون بتلعب بخطة معينة أو مش بخطة بحسابات معينة وإن أنت مش همك إن أنت تاخد تلاث نقاط ولو خلاص حصلت عليهم حتى وقدرت بحق أهداف في الشوط الأول فخلاص بالتعبير الدرج اللي هو إيه نرقود على اللي عملناه طيب مش التفصيلة دي فكرة الحسابات دي بتفقد كرة القدم متعتها آه في مقولة سمعتها من مستر موسيماني بيقولك من يريد الاستمتاع فالي يذهب أو السينما أو السيرك ألا تفقدم ألا تفقدم أحنا في وقت دي الوقت في الوقت آآآ جمهور النادي الأهلي لا يقبل إلا البطولة حتى لو قديت أداء كويس وماكسبتش ما ناخد البطولة واحد من أله ناصبي لسيرك طبعا المباراة اللي فاتت أنا في نادي الأهلي قدم مباراة كويسة جدا آآ بوست آآ مكسب عريض النادي الأهلي جمهور النادي الأهلي بالذات كمان آآ كان سعيد بالنتيجة اه ظروف المباراة سهلت المطش شوية لكن ظهر اكتر من اللعب مستوى جيد يعني رجوع افشة المستوى بدأ يعني افشة كمان من لعبة لعبة النادي الاهلي اللي هي دورها مهمة جدا في اداء النادي الاهلي لما افشة بيكون فايق لما بيكون اداء جاري واكتر اداء النادي الاهلي كله بيتغير وده ظهر في الموراة اللي فاتت اداء محمد شريف بدأ برضو الاجهاد برضو كان فيه وقت النادي الاهلي خارج من البطول افريقيا اللعبة مجادة جدا ورجع على ثلاث موراة اللي هم المؤجلين ضغط عصبي عشان توصل للمنافس عدد النوعات زي المنافس كان فيه دغط عصر جامد جدا مع الاجهاد لما قدرت تكسب الثلاث ماتشات دولا وخدت فترة راحة حصل فترة راحة عشان المنتخب الولمبي دي فرق كبير جدا حصل فرق كبير جدا وده ظهر في براد سراميكا دلوقتي المنافسة صعبة جدا بينك وبين المنافس اللي خلاص زي كراثي الموسطية هو ثلاثة بونت انت تكسب مثلا انت تزيد هو بزيك فالامور بتصعب والامور بتسهل لكن انا شايف النادي اللي اتحطت كتير جدا ولعابة النادي اللي اتحطت كتير جدا في موقف زي دي هم قادرين ان هم يساعد جمهور النادي اللي وقدرين ان هم ياخدوا البطولة وانت برضو مع كامل احترام نادي الزمالك هو زايد عندك ثلاثة بس انت عندك ميزة ان انت تكسبته في الموجات المباشرة فدي دي حاجة كويسة جدا اه اتمنى النهاردة ان شاء الله اه اللعابة تكون على قد المسئولية البراه صعبة طبعا النادي الاسماعيلي نادي كبير اداء وتغير جدا من الدور الاول والدور التاني مع كامل احترام طبعا الاجهزة الفنية قبل كده اه كابتن احيب جلال غير شكل كبير جدا في نادي الاسماعيلي وهم كمان خلاص دلوقتي عندهم يعني ما عندهمش مشكلة كان نقولك الاسماعيلي والهبوط ولكن لان خلاص دلوقتي هو في مركز كويس بيحاول يحسن مركزه بيحاول يغير شكل الفرقة بيحاول يشوف هيعمل ايه السنة الجاية عشان يرجع الانجاده بالزبط كده بالزبط فهم دلوقتي ما عندهش مشكلة العيبة ما عندهاش ضغط عصب دي برضو بتبقى قابة قوسين او ادنى من حاجتين العيبة بتكون هما مرتاحين فممكن يقدوا كويس او 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 ممكن مرتاحين برضو اداءهم يبقى فيه عجب متراخش شوية اه اتمنى تكون الاختيار التاني ده يكون الهدوء شوية واحنا هنقدر نحسب ورن بدري ومهم جدا 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 اللي سهل المبارة اللي فاتت الهدف اللي في الاول اه بعد اربعة دعية ده كان رائع بصراح مهم جدا 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 تتأخر كل ما تأخر الهدف كل ما انت تحط نفسك تحت ضغط عصبي وتدي الزقة اكتر للمنافس انت بتلعب على الطولة ومش عايز تخسر اللعبة مشدودة اه بس انا كزي بقولك لعبة النادي الاهلي قادرين على تحطوا كتير جدا في منافسة دي تحطوا كتير جدا في مواقف زي دي قادرين ان هما ان شاء الله يحلوا المشكلة دي ويساعدوا جميع النادي الاهلي حلو طيب نروح على السعيد التاني يعني الفرق الاخرى الاسماعيلي ونشوف هما لدي كان ليهم كزا تصريح يعني جاز الفني الخاص بيهم كانوا بيكلموا ان من التصريحات دي اللفتت نظر يمكن انا وكريم نقشناها شوية مبارح بسعرف وجهة نظر حضرتك فيها كابتر احمد اتحدثوا ان ربما الضغط الا على الاهلي واقف في فكرة هنا يعني المنافسة مع الزمالك على الدوري وغير وربما ده يصب في مصلحة اصلا اللعيبة النهاردة الاسماعيلي وان ممكن ده يكون بيشكل كارت ضغط على الاهلي دي حاجة حاجة التاني كان بيتحدث ان اللعيبة في الاسماعيلي لما بيكونوا بيلعبوا مع فرق كبرى بيلعبوا بافضل ما عندهم وغيره وغيره من التصريحات هقولها انا ما هذروف على مدار الفقرة بس النقطة الاولانية يتهمني جدا بتشوف دي ازاي لا طبعا خبارات لعابة النادي الاهلي اتحطت في الموقف في الموقف ده كتير اه بالضبط مش اول مرة يتحطوا ان هم عندهم بطولة ومحطين تحت ضغط البنط لا ده ممكن كنادي مسلا اتحط في الموقف ده نادي غير النادي الاهلي واول مرة يبقى في المنافسة واول مرة يعايز ياخد بطولة لكن النادي الاهلي مليء بالبطولات وبحط في الموقف دي كتير جدا. اللعبة عندها اه الخبرات اللي هي تتحط في الموقف دي وتطلع منه بصولة جدا. اه. فلق معديش قلق من النقطة دي. النقطة ثانية مهمة جدا. اه, لعبة النادي الاهلي بتحب الاداء الفرقة اللي بتلعيبها تكون زي اداء الاداء اسماعيل بمعنى. النادي اسماعيل بيلعب جيم مفتوح. اه. لعبته لعبة كرة. غير لما تلعب فرقة اداءها الدفاعي ويعمل تكتل دي بيضايق لعابة النادي الاهلي. في العابة الاسماعيلي. اللي بتفرجوا على المطر. بالضبط. في العابة الاسماعيلي كلهم بلعبوا جيد مفتوح. كابتان اهب جلال طبعا. آآ خلال الموسم السابقة بيحب من الناس اللي هي بتحب تبتدي الهجمة من تحت. آآ بيحب يلعب كرة كويسة بيحب يطلع من الهجمة من تحت للتلت الامامي. مع اداي النادي الاهلي والضغط اللي بيعملوا هجوم النادي الاهلي دي اتغلط آآ لعاب النادي الاسماعيلي اللي انا شايف اقل الخوط عندهم الخط الدفاعي بعد بعد مرجوع بارن محمدي للتشكيل الاسية طبعا زودت قلهم شوية في خط الدفاع لكن هم عندهم اخطاق دفاعية لكن هم بيمتازوا هجومين مثلا زي شكرا انا جيب من اللعابة المميزة جدا السنة دي آآ عندهم طبعا لعابة كويسة الاسماعيلي بس عندهم آآ خبرات قليلة لان الفرقة متكونة آآ فيها لعابة زغارة كتير آآ في لعابة اول سنة السنة دي آآ ويمكن عندهم مشكلة تانية كمان كابتان احبر حيث اتفت معي هم النفس عندهم يمكن يعني الشوت الاول دايما بيبقى اروع من لو لو احنا تبعنا مرشوط الاسماعيلي الشوت الاول بيبقى قوي جدا معهم بس الشوت التاني بيبقى مستوى اللعيبة بدنيا اقل ده معروف يعني ده اكيد آآ بس هم عشان كان محطوط تحت ضغط عصبي للبونت كانوا قلقانين آآ الاسماعيلي قبل كابتان هاب جلال كان عنده عدد ضبنات كان آآ يعني من الاربع فرق اللي تحت طب لكن بعد الوصول دي 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 بتخلي برضو اللعيبة منهجة شوية متعبانة شوية خوف آآ ده بعد ما كابتان هاب جلال هو النتاج اللي جابيه اللي عملها وعدد ضبنات الكبيرة اللي جابها اللي وصل حاجة وتلاتين بونت دلوقت كان آآ خمسة وتلاتين بونت ستة وتلاتين بونت دلوقت اسماعيلي آآ فدي بتخلي اللعيبة خلاص دلوقتي مرتاحين بيلعبوا كرة آآ دلوقتي آآ كان لو كان مسلا الاسماعيلي كسب ماتش او ماتشين اللي فاتوا كنت لقيته مسلا بيلعب نفسه عن مركز الرابع دلوقتي خلاص هو بيفكر مسلا مركز كويس هو الحد واشر خليل بالزبط كده آآ دلوقتي بيفكر المركز يتحسن شوية يفكر او اضعف الامان يا حفظه المحافظة عليه ويشو بقى ايه ايه اللي عنده فيه مشاكل ايه ايه المراكز اللي مشكلة اي حد في اخر الدوري بالنسباله بيفكر في كده بيشوف انفرع عندي ايه المشكلة انا عندي مركز عايز ايه السنة الجاية هو ده اللي بيشتغل عليه نادي الاسماعيلي دلوقتي استكمالا النقطة اللي كنت بكنا نتكلم فيها من شوية نتيجة الكلام ده بقى شايف ان ماتش النهاردة الاسماعيلي حيلعب آآ حيلعب الماتش ده بتكتيج دفاعي اكتر ولا بالعكس حيلعب جيم مفتوح وحي وحيستفيد من المهارات اللي موجودة عند الخطated. هو كابتن اعطى جلال بيلعب السلوب ده مع اي فريق حتى لو بيلعب مع اي فرقة في العالم كابتن اعطى جلال هو بيفرد بيحاول ييفرد السلوبه علي الفريق المنافسس مبيلعبش على المارأ اضاء مسلا نادي الاهلي وعارف نادي الاهلي هيدغط من اول دقاء ونادي الأالي عايز يكسب مال اليعب مسلا تزون ديفنس ونص الملعب مثلا dieses تين ما kartex الملعب يا انا انا عارف كابتن اعطى وفكره. بيلعب جيم مفتوح. بيحاول على قد ما يقدر آآ آآ اللعيبة بتاعته. اللعيب اللاسمية برضو كروتهم ممتعة شوية. آآ. يهاجم ويحاول يجيب جوان. دي في مصلحة ناحنا. اه. انا شايف. اه. انا شايف ان ده في مصلحة لعيبة النادي الاهلي. النادي الاهلي بتحب ان الفرق اللي بتلعبه تهاجمه. عشان يبقى فيه مسحية. عشان اللعيبة لعيبة النادي الاهلي انت عارفك مستر بيحب الاختراق من النص. بيحبش الكرات العرضية. مع اي فرق بتعمل عليها تكتل بتعمل لها مشكلة. لكن لما فرق بتلعبك جيم مفتوح. ادى النادي الاهلي بيبقى سهل. آآ. بالزبط كده. آآ. اتمنى ان شاء الله ان السيناريو بتاع المباراة يمشي زي ما احنا عايزين. عايزين آآ. يحصل مشاكل ان كرة القادرة فيها حاجات كتيرة جدا. وفيها حداثة كتيرة جدا. هو الدوري اصلا الموسم ده غريب شوة. يعني البعض بيشوف ان الموسم ابتدى من التسعة مداية من تسعة وفتشرات اصلا الاخرانيين. يعني متقتنع او يعني متفق مع الرأي ده? آآ طبعا موسم طويل جدا. واحد نسي. واحد نسي الاحداث اللي قبل بطولة افريقيا مسلا. حاسين احنا البطولة بعد بعد بطولة افريقيا. حي. بعد ما اخد النادي الاهلي بطولة افريقيا. ابتدين خلاص نفوق ان هو في دوري وفي منافسة. لان برضو كان عدد المباراة المؤجلة من النادي الاهلي كان كتير. فكوناش حاسين المنافسة من اول اسبوع. فالمنافسة بدأت تظهر بعد رجوع النادي الاهلي للمواتشات الموجلة. بالمنافسة شايف ان المنافسة دي هتنتهي عليه. ما حدش عارف اي حاجة. نادي الزمالك السندي مختلف. نادي الاهلي طول عمره نفس اداءه نفسه نفس هدفه من اول اسبوع بيلعب على البطولة. نادي الزمالك مختلف السنة دي في تركيزه من ورات. الزمالك في السنوات السابقة كان فيه المواتشات كده معينة بيفقد نوقات سهلة جد. زمالك السنة دي اه قادر يصلح قادر يصلح العبدة. فعشان كده المنافسة مكملة الاخر اسبوع. السنوات السابقة. محسوما من الاهلي محسوما بالضبط. ليه مش? انت نادي الاهلي ما بتغيرش اداءه. على طول مكسب على طول بيفكر على بطولة. اه عدد النقط ليه بس قريبة برضو من السنة دي للسنة اللي فات. لكن نادي الزمالك اللي بيسهل على نادي الاهلي السنوات اللي فاتت ان هو بيخسر بنات كتير اولا. ده زمالك السنوات المختلف. وده اللي مخلي المنافسة قايمة لحد دلوقتي المنافسة لاخر اسبوع. هتمنى ان شاء الله تكون صالحنا في الاخر. ان شاء الله. طب لو اتكلمنا يعني شوية عن اه هاب جلال ومسلماني. وما يجمعهم من تاكتك وما اه يتميز بيه حد عن التاني. او هاتكتك دينا بس يعني باجازة. اهو انا شايف ان الاتنين يعني فيهم فكر اه في القطة معينة اللي هي بناء الهجمة. اه مستر مرسوماني برضو من الناس تحب يبتدي الهجمة ويطلع من خط الضهر لنص الملعب للهجوم. بيبالعبش بيعتمدش كتير او عالكورة طويلة. ممكن اعملها مرة او مرتين. كابتل اهب جلال نفس الفكر. اه حتى كمان كابتل اهب جلال بيحب الحراس المرمى اللي بتبتدي الهجمة. اه. بيحب بيحرس المرمى بيكون لعيب كورة. اه. لان هو بيعتمد ان الحراس المرمى بسعدت في البداية الهجمة ان هو زيادة مع اللعيبة. اه. دي النقطة اللي بي بتقرب فكر الاتنين من بعض. اه. اه انا عندي وجهة نظر ان كابتل اهب جلال لو استمر مع الاسمعالي السنة الجاية. لا الاسمعالي بفي شكل تاني خالص. اه. موقف تاني خالص سنة الجاية مع تدعين مع بعض المراكز. لا الاسمعالي ببيليه شكل تاني خالص. اه. مستر المسلماني طبعا مع تدعيم برضو احنا محتاجين احنا عندنا مشكلة برضو في موضوع الاجميحة دي شوية اه وتكلمت كازا مرة في البرنامج هنا وقلت احنا عندنا مشكلة اه حسين الشحاياة طهر محمد طهر اه افشا برضو كنت بتكلم فترة من الفترات ان افشا لازم يكون لي دور والحمد لله فعلا افشا الدور ده خده ملعبة مميزة جدا اه افشا مع عدد اه اه قهربة مع عدد المباراة الولاي اللي لعبها لكن لو بصت العدد اهدافه جاي مسلا سفع اهداف اه يعني زيه زي حسين الشحاياة اللي لعب عدد المباراة هو عنده ميزة فيه لعيب كده عنده ميزة التوفيق اه عنده ميزة اللي يكون موتواجد فمعد دي عرف يجيب جهن اه في غياب اه حسين الشحاياة وطهر محمد طهر عندك مشكلة بلاجعة وبدر بنون انا بتكلم على اه 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 هو ده اللي بتكلم عليه ان شاء الله السنة لازم لازم نشوف حل في النقطة دي لازم اه في صحيح في الانتدابات اللي هنجيبها لازم نفكر في اجنيحة كوزاك نادي النقطة دي كازا حد اثرها مش بس حركة انا فاكرة لما حركت معانا اخر مرة وده كان كامان قبل رمضان حيك تكلمت فيها وفعلا يعني اه نقطة مهمة اه لان كمان افشل لما اه كهربا لما بيلعب كهربا مش بمنوع اللي هو بيشتغل على الخط لا بالعكس كهربا برضو بيشتغل لكنه مهاجم جناح بس برضو يخش المهاجم عشان كده عدد اهدفه اكتر لكن حسين الشحات وطهر محمد طهر بيشتغلوا اجنيحة 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 صريحة صلاح محصن برضو من النوع مش جناح واصلا فرود لكن برضو بيقديها بس مش هو الجناح احنا محتاجين زي واحد زي حسين الشحات نفس اداء اللعب زي طهر محمد طهر نفس اداء اللعب عشان يكون عندك بديل ما عندكش مشكلة لو حد غابة حلو على ذكر كلامنا عن عن المسلماني وكابتل نهاب جلال انا عايز اكلمك بقى على فكر المبدأ نفسه الفكرة نفسها وبالمناسبة سؤالي ده ما لهش علاقة خالص بالنادي الاهلي باي حد من الاحوال انا كلمك على الفكرة ذات نفسها فكرة الاستعانة بمدرب عالمي او اجنبي من مطلق ان فكره مختلف فسؤالي لحضرتك هو ايه اللي بيخلي المدرب الاجنبي من وجهة نظر كتير مننا فكره مختلف عن فكر المدرب الوطني طب ايه المانع ان يكون عندنا مدرب الوطني بفكر اجنبي وبين قصيل هو ايه اصلا الفكر الاجنبي نسألنا ده فكرة اليد я ادارات النادي الاهلي بيترايح دمخها فيه مدربين مصريين كبار جدا ونجحوا مع النادي الاهلي وخدوا مطلقات كيوره جدا مع النادي الاهلياسماء كيوره جدا لكن فيها وقت المدرب tryin مصري ما بيستحملتش الضغط العصبي اللي بيعمله عليه الجمهور او الضغط العصبي اللي يا يعملوا عليه الإعلام. آآ مستر مسلماني مش عارف كل حاجة. مش عارف كل كلمة اللغة بتفرق. آآ مش ممسك مسلا اتجارات كل يوم. مش بيتفرج على كل القناة الفضائية كل يوم. عشان يعرف الناس بتقول ايه. لكن المدرب المصري قاعد آآ بتفرج وبيسما الحاجات دي بتعمل عليه ضغط. آآ. لما يجي الكاليوم مسلا على العيب ما ملعبش. العيب مسلا عنده مشكلة. الحاجات دي كلها ممكن تغير. او مستغلقينه في في تبديل عمل وعوقها. هو ده. هو ده. النقطة دي قالها كابتن محمد عبدالوارث وهو قاعده بيتكلم عن كرة اليد. فواضح ان انه وضوع في كل الرياضات مش بس كرة القدم. اكيد. ان احنا بنشتت نفسنا. اكيد. دي نقطة مش حلوة. اي 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 المدرب المصري لكن طبعا في المدربين المصريين هيلين. آآ ولكن آآ بان مثلا بتاع تلاتين سنة آآ خلاص الفكر ان المدرب اجنابي هو ما يكون متواجد آآ على راس اه الجاز الفني. السخداج الفكر ده بيعبر عن توجه كان موجود في قطاعات كتير قوي من زمان فكرة اللي هو ايه الخبير الاجنابي او الخريق خبير الدولي اه 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 كان فيه حتى مسل كده بلدي كان بتانزمان بس مش بنروح مني دلوقتي. اه. اللي هو فكرة ان. عقدة الخواكت. عقدة الخزايف تح عليك. عقدة الخواجت المسمى. يعني هو المسترح. بزفت. في وقت. هل العقدة دي لسه موجودة لغاية دلوقتي? اه 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 موجودة وتفضل موجودة. موجودة مش هو الموضوع مش موضوع فني او الموضوع مش موضوع ان هو مميز. لا في حاجات تانية بتخرج برا الموضوع غير شغل الملعب بس. اه 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 زي بقولك الضغط العصر. سبات شخصية كمان. اه هو ده هو ده. وعدم مع معرفته بكل اللي حواليه. دي حاجة دي بتبقى في وقت من الوقت بتبعث. اوكي. لكن اه زي بقولك اه اختيار كمان اه بجرى صورتنا دي او اختيار كابت الخطيب لمصدر مسلماني ما فيش حد او نسبة او ليلة جدا من جمهور اللي ده اللي كان راضي عن القرار. اه. ازاي وقت من الوقت ان احنا نجيب مدرب. اه مدرب من جنوب افريقيا. حتى لو خد البطولة اه مع لكن ازاي. هو ايه مشكلة في مدرب من جنوب افريقيا يعني حين. لا كان فكر. ايه اه انا طبع كلنا تباعنا ده مش مفهومة يعني. لان جنوب افريقيا نفسهم لما بيجيوا دور فني بيجيهم مثلا من البرازيل. وان اوروبا. بيجيهم. بزبط احنا بقى. بنجي من جنوب افريقيا طبا ماشي. اه مين احسن في الكورة او من الافضل في الكورة او بطولات مصر ولا جنوب افريقيا هي بتحس بكده برضه. مصر طبعا اه. اه عالمحافلة الدولية بطولات افريقية مصر معدي جنوب افريقيا بكتير. فلما تيجي القرار خطيبي يجي يقول مستر موسماني. الناس كلها استغربت. الناس كلها. اه عايز اقولك لو كان لو كان مستر موسماني فشل. طب ما عمري ما كان حايفش يعني. في اه احترافية في الاختيار. وكان اصلا جاي فكرة احنا كنا على افريقيا خلاص يعني. النادل اهلي انا من وجهة نظرية. مش مدير فني. دي منظومة جديرة جدا. ايوة ايوة طبعا. هي اللي بتنجح. فريق كورة. اه. وده طول عمر اي مدير فني بيجي النادل الاهلي مش معروف. اهه بيجي بيعمل اسم هنا في النادل الاهلي. طبعا. طبعا. مستر موسماني عامل اسم قبل ما يجي النادل الاهلي طبعا كان واوخد المفروق ما كده. وده اه مور. لكن هنا طبعا كبر اسمه زي زي اكتر عشرين مرة بخمسين مرة. اه. بان هو يمسك ادارة النادل الاهلي جهاز الناد الاهلي. فلا طبعا اه الناد الاهلي بيدي ميزة لأي جهاز فني بيمسك اسمه بيكبر وده حد حصل كمان لما جاله منتخب جنوب أفريقيا اي حد بيجيوله وقت يكون ليه الشرف ان يمسك منتخب جنوب أفريقيا لكن هو جاله منتخب جنوب أفريقيا لكن قال لك لا افضل اكمل معنا هو من ديوان هو سعيد وفخور وانظام النادي الأهلي دي حاجة هو اخرح بيها هو كده كده سنة او اثنين او تلاتة او اربعة هيمسك جنوب أفريقيا لكن مش هتجيله فرصة دي تاني ان يمسك بطل افريقيا النادي الاهلي اللي بيحلم مداربين كبار جدا في افريقيا ان يمسك النادي الاهلي تجيله دي دي حاجة جيرة جدا طيب انت شايف ان النادي الاهلي هل نقصوا حاجة معينة يعني احنا دايما كل يوم التاني بنتكلم في ملفات تطوير مختلفة سواء بقى في المنظومة نفسها سواء في الفروع المختلفة للنادي سواء باهتمام كابتل محمود الخطيب وكل عضاء مجلس الادارة بتزليل كل العقبات وتوفير كل الامكانيات هل برغم كل الجهود دي هل انت شايف ان في حاجة ما تنقصنا بص طبعا التدعمات تفرج كتير جدا الفترة الجاية في ملف لعبة المعارضة وده اللي خلاص تفكره من اللي هيرجع عمر حمدي هيرجع احمد تعسموحة احمد عبدالقادر هيرجع في فكر مثلا الناصر ماهر فرصته ما اخدهاش هنا يفكر يطلع سارة كمان وتشوف يعني ناصر ماهر من اللعيبة الكويسين قوي بصراحة انا انا مرنت ناصر ماهر في سموحة عارف عارف فكره الناصر من اللعيبة اللي 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 بتزهي بسرعة يعني عايز هو من اللعيبة اللي عايز رجله في الملعب على طوب مع وجود افشة دلوقتي وده افشة فهو فرصته في اللعب قليلة جدا وهو ما بلعبش غير المركز ده ففي لعيبة مثلا يعني صلاح محصن بيلعب مهاجر لكن لما بيجي استعين بجي جناح بيقدي ناصر ما عندهش غير المكان ده هو اللي بيقدي فيه مع وجود افشة فصعب فخلاص يطلع عارف رجوع عمار حمدي عمار حمدي عمار حمدي مميزة جدا ممكن يلعب كزا مركز ممكن يلعب اكرايت ممكن يلعب جناح فعنده اماشة ممكن انا استخدمها في كزا حتة احمد عبدال برضو من اللعيبة ظهرة في مستوى اه مع اسموح السنة دي بمستوى هايل لعيب مهاري ممكن استغله في كزا حتة اه هفكر بقى مع التدعمات مع الهدبات للسنة الجاية هشوف ايه اللي عندي مشكلة فيه ودي دي الناد الاهلي في لجنة مبكورة والناس طبعا ناس محترمة جدا بيجيوا وعودوا وفكاروا شوفوا الموصف حصل فيه ايه الاقافات حصل فيها ايه حصل لنا مشاكل ايه السنة دي هيقدروا ان شاء الله يشوفوا اه الاماكن اللي احنا محتاجينها لكن احنا فيه فعلا زي ما قلنا فيه اماكن معينة احنا محتاجين التدعمات فيها كان عندنا مشكلة في البقرة بس الحمد لله اكرم توفيق في اداءه في بطولة افريقيا والموضوعات الفنكة حللنا المشكلة دي مع وجود محمد هاني اه الجنب الشمال نبيل معلول حجز حجز الموضوع ده له خمسك اسنين طبعا 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 ومحمود واحد كمان لما بيقدي لعيبه مايز جدا وكويز جدا حتة النص الملعب الحمد لله اه شايف ان هي مع وجودة السولية ورامي و اه اه و اه و اقرم لما بيلعب فيها وحمد فاتحي و اه فيه بداية الكلام عن ديانج يطلع احترافه ورقمه اللي جاي رقم كبير جدا ممكن نادل اهل يفكر في احترافه اه عندك مركز المساك مسلا انا شاف ان فيه فيه وفرة وفيه زيادة انا شاف انه ممكن واحد او اتنين ممكن برضو طلعوا عارة معوجود بدر بنون معوجود جاسر معوجود رامي معوجود اه ايمن اشرف اه معوجود اه اه سعد سمير خمس لعيبة كتير جدا شاف انه اربعة قفية جدا ممكن برضو ادي فرصة لحد زي ما قلت بكده برضو عارة اه اه ايه اللي اللي هيعط فيها عمود زي ما قلنا من فترة قلنا عندنا في الهجوم مشاكل والنقصان والاحراك فاكر قلنا عايزين نشوف ودلوقتي خلاص يعني هتحلت محمد شريف وبواليا حتى زبطت الدنيا جدا معاوف هايب برضو عندنا في زيادات اه اه شايف زيادة في دلوقتي اه اه محمد شريف بواليا اه اه صلاح محسن ومراوان محسن في اقويل تقولك بواليا يطلع عارة في اقويل مراوان يطلع عارة في كلام من اللعب جاي مميز بيلعب في انجلترا اه ميسر المسلمان كان يتكلم عليه وبقولك ميسي ادوه رايب من ميسي ده هيجي بيلعب جناح ولا بيلعب مهاجم لسه 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 ما فيش حاجة بيلعب طلب ادوه رايب من ميسي يلعب زي ما يعني الزبت كده مبسوطين بس وقت على فكرة وجود الوفرة وفرة من اللعبين المتميزين في اي مركز هي بشكل عام في المجمل اكيد طبعا حاجة ميزة 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 اكيد بس ساعات ساعات بيانتب عنها ان ان انت بتلاقي ناس بتدبل على دكة العفياط ما هو ده اللي حصل زي الناصر مهد وحصل على صعيد حرصت المرمى يعني فهم ازاك الاعتماد بالكامل ليكون على الروتيشن اللي بيعملوا المدرع عشان الناس اللي قاعدة دي ما تصديش ما هو ده اللي احنا اتكلمنا فيه لما النادي الاهلي كان بلعفة بطولة افريقيا ما تشتورة بعضها هو طبعا كان بيثبتين والفترة كان الطويلة ما فيش بينهم مباراة دوري ما كناش بندي فرصة مثلا لقافش لكهربا ما ديش فرصة لصلاح محصل لما بيجي يرجعوا بياخد وقت وبيحصلهم منتقات اغايق اغايق بالعايد تاني خارص دلوقتي ليه احنا بقالوا فترة ما بلعبش لازم لازم نحتاج وقت عشان يرجع اه وهو ده اللي بيحصل دلوقتي اغايق فعلا لما اخد فرصة المباراة اللي فاتت فعلا اداءه كان مخيب جدا لجميلة النادي الاهلي والله يتماشى مع القدرات وهو شفره اه اه ناد الاهلي عارف اغايق عارف محنا شفناه اغايق فوقتي كان اداءه عامل ازاي لكن زي ما بقولنا الركنة مع الاصابات دي مشكلة النادي الاهلي بيلعب مثلا تكذاب طولا فلازم عندك مجموعة وفرة من اللاعبين عشان اقدر اعمل الروتشن ده عشان ما يحصلش مشكلة مجي يغير مسلا اقعد لعب مهم عنده ولعب لعب تاني وعش فيه فرق في المستوى كبير جدا فده ده الناج الاهلي على طول بيعمل كويس جدا كابتان احمد للاشر في الوقت خلص واحنا بالنسبة لنا البرنامج كده بقى يعني انتهى نتقابل معاكم بقى يوم الحد شكرا لك جدا كابتان احمد شكر جدا دورت الدنيا وان شاء الله يوم الحد يتجدد لخاءنا مع كل حضراتكم وان شاء الله تسعدوا طبعا انا بجملة هواند الشهير انا نتدي بيها حلقة يوم الحد صباح الناصر بس كده